السائل يقول ما حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية إذا كانت الصلاة جهرية أو سرية إذا كانت القراءة فإذا كانت القراءة تجوز هل هناك شيء يدل على ذلك اختلف العلماء بهذا على أقبال الثلاثة فحدها أنها لا تجب لا في الجهرية ولا في السرية وأن الإمام يتحملها عن المأموم واحتجوا بعض الأحادي ورئة في ذلك منها ما يروا عنه عليه السلام وقال من كان له إمام فقراءته قراءة الله ومن يرى عن جابر وغيره من قراءة الإمام كافية ونهبى آخر منها العلم إلى أنها واجبة على المأموم مطلقة السرية والجهرية لعمل قبله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحات الكتاب متبقا على صحته قبله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بها تحت الكتاب فيخيد آج وفيخيد آج وإره تمام خرده مسلمي صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأون خلف إمامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحات الكتاب وإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها خرده أحمد وجمع من السنم بسادي جيد وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا تجب في السرية ولا تجب في الجهرية لقوله جل وعلا وإذا قل أطرم استمعوا له وأنصتوا ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصتوا وأرجح هذه الأقوال قول من قال بوجوبها ملطقا في السرية وجهرية لأن الأحاديث صحيحة وعامة وصريحة حيث قال لعلكم تقرأون خلفائهم يقولون نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحات الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ولم يقل في السرية بل أطلق ويكون ذلك خاصا في الفاتحة مخصصا لقوله تعالى فاستمع له وأنصته ومخصصا لقوله وإذا قرأ إمهان صتوا هذه عامة وأحادي الفاتحة مخصصة لهذا العموم ومقيدة لهذا الإطلاق هذا هو الأرجح لكن لو نسي ذلك المأموم أو جهل ذلك أو جاءه الإمام الراكع عجزة للعذر فعجزة لإدراك الركوع لأن فاته القيام والقراءة فلا يلجأه ما تركه جاهلا مقلدا أو ناس من باب أولى فلو تركها عن جهل أو تقريد أو نسيان أو لم يدرك الإمام الله وهو راكع فالصحيح أنه يجزئ لما ثبت في البخاري وغيره عن النبي صحنه رأى ببقرة فقعد من الصف ثم دخل في الصف فقال له ذلك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره بقضاء الرجح نعم